العلويون في سوريا أو النصيريون هم طائفة من الشيعة الجعفرية الاثني عشرية يسكن معظم العلويين مناطق الساحل السوري ترطوس واللافقية التي تتبعها مدينة القرداحة ومنها ينحدر الرئيس الحالي بشار الاسد كما يتوزع بعضهم في ريف حما وحمص ولواء اسكندرون يشكل العلويون بين 10 و 11% من سكان سوريا البالغ عددهم نحو 24 مليون نسمة وهم بذلك يعدون ثاني اكبر طائفة بعد الطائفة السنية التي تشكل غالبية السكان ووفق تقارير غير رسمية يمثل العلويون نسبة 40% في مدينة اللاذقية ونحو 50% في منطقة الساحل السوري بشكل عام منذ 2011 اعتمد نظام بشار الاسد بشكل اساسي على العلويين في قمع الثورة وقد كلف ذلك الطائفة الاف الضحايا غالبيتهم من الجيش والامن والشبيحة واللجان الشعبية وجيش الدفاع الوطني وباقي التشكيلات المسلحة وتؤكد تقارير ان عدد قتل العلويين منذ بدء الثورة بلغ نحو 80 الفا وان العدد الاكبر منهم من مدينة ترطوس بنحو 4000 جندي سقطوا في معارك ضد قوات المعارضة وخسرت بلدة القرداحة مسقط رأس بشار الاسد وضواحيها حوالي الف قتيل من ملاطق الساحل السوري ترطوس واللافقية التي تتبعها مدينة القرداحة ومنها ينحدر الرئيس الحالي بشار الاسد كما يتوزع بعضهم في ريف حما وحمص ولواء اسكندرون يشكل العلويون بين 10 و 11% من سكان سوريا البالغ عددهم نحو 24 مليون نسمة وهم بذلك يعدون ثاني اكبر طائفة بعد الطائفة السنية التي تشكل غالبية السكان ووفق تقارير غير رسمية يمثل العلويون نسبة 40% في مدينة اللاذقية ونحو 50% في منطقة الساحل السوري بشكل عام منذ 2011 اعتمد نظام بشار الاسد بشكل اساسي على العلويين في قمع الثورة وقد كلف ذلك الطائفة الاف الضحايا غالبيتهم من الجيش والامن والشبيحة واللجان الشعبية وجيش الدفاع الوطني وباقي التشكيلات المسلحة وتؤكد تقارير ان عدد قتل العلويين منذ بدء الثورة بلغ نحو 80 الفا وان العدد الاكبر منهم من مدينة ترطوس بنحو 4000 جندي سقطوا في معارك ضد قوات المعارضة وخسرت بلدة القرداحة مسقة رأس بشار الاسد وضواحيها حوالي الف قتيل